مشاهدينا لسا مكملين مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر والحقيقة أنه في قضية أخرى موجودة في أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وهي قضية الأطفال واللاجئين خاصة كمان ما بعد جائحة كورونا لأنها شفنا هذه القضية تفقمت الحقيقة كمان بعد جائحة كورونا نظراً لظروف الجائحة فبعدما كان اللاجئين بيعانوا من فكرة منهم عدم وجودهم في بلدهم وظروفهم القصية فيه كمان ظروف أخرى مفروضة عليهم وهي ظروف جائحة كورونا خلينا نتكلم في الموضوع ده وهذا الملف بالتفصيل ونشوف كمان إزاي ده موجود على أجندة منتدى شباب العالم في دورته الرابعة مع دكتور محمد مؤمن مدير برامج اللاجئين والمهاجرين بهية إنقاذ التفولة الدولية سابع الخير يا حديدك يا فاندم نوارناك صباح الخير يا مصر صباح النور شكراً جداً صباح النور طيب هذه القضية فاندم قضية مهمة جداً قضية الأطفال واللاجئين بس لو كلمنا على وقع هذه الأحداث على الأطفال تحديداً فهي أكيد أقوى بكثير عايزة أعرف من حضرتك خلال المناقشات والحوارات اللي دارت مع عقليات وخلفيات مختلفة رؤية المختلفة لهذه القضية ولهذا الملف شكلها إيه؟ طيب أولاً شكراً جداً على الاستضافة وعلى إن إحنا نتكلم على ملف هام زي دا مش دايماً بيبقى واخد حقه من الحوار يعني فدي حاجة في البداية حابب أقولها الحاجة التانية يعني زي ما إحنا عارفين تقريباً في واحد واربعة من عشرة مليار طفل حوالينا العالم في مرحلة التعليم ما قبل الجماعي تأثروا بسبب جائحة كورونا لما حصلت الجائحة مش كل الأطفال اللي موجودين في العالم دول كانت دول اللي موجودين فيها قادرة على إن يتوفر لهم بسبب الوصول للتعليم بطريقة آمنة فحصل تقريباً في واحد وثلاثين في المئة من الأطفال دول ما حصلوش على فرصة تعليم على الإطلاق لهم تقريباً ربعمية واحد وثلاثين مليون شخص ربعمية واحد وثلاثين مليون النسبة الأكبر منهم كانوا من اللاجئين طبعاً زي ما حضراتكم عارفين يعني في مصر إحنا موجود عندنا عدد كبير من اللاجئين من 62 دولة 62 جنسية بيعيشوا في مصر صحيح الظروف بتبقى صعبة لكن الحاجة الوحيدة اللي إحنا بنقدر نقولها كمصريين ونبقى فخورين بيها أن إحنا عايشين في نفس الظروف يعني زي ما إحنا عايشين لو إحنا عايشين في مكان الظروف صعبة هم عايشين معانا في نفس الظروف إحنا ما عندنا لاجئين يا فاندب إحنا عندنا زيوف يعني يطلق عليهم زيوف ما عندنا أصلا مصطلح لاجئين أنا أحبش أستخدم مصالح اللاجئين ولكن هو مصالح قانوني في الموضوع ومستخدم من قبل بعض الدول هو مستخدم بالضبط الفرق بيننا وبين بعض الدول إن في بعض الدول بتبقى للأسف إن أنا أستخدم اللفظ ده حتى اللاجئين في معسكرات على الحدود تمام فعلى الحدود في أماكن نائية جدا جدا في مصر ما فيش أي معسكر للاجئين فدي كانت برضو أول خطوة من البداية من قبل ما يبقى فيه كورونا أو شيء هم عايشين زينا فما يسري علينا يسري عليهم صحيح أكيد بيحتاجوا مجهود أكبر علشان يقدروا يوصلوا لفرص تعليمية أحسن طيب حضرتك مسؤول دولي شايف أهمية إن إحنا ننقل التجربة المصرية في التعامل مع ضيوف مصر إزاي بره؟ يعني أنا شايف مثلا وزارة التربية والتعليم المصرية لما بدأت قبل فترة من جائحة كورونا فيه اختيار صعب جدا إن هي تروح للجزء التعليم الافتراضي ده كل بقى جزء الـ virtual teaching ده من بداية من قبل ما تحصل كورونا والوضع تحدي كان كبير جدا دي تجربة تستحق الدراسة الحاجة التانية تجربة وزارة التربية والتعليم في إطلاق قنوات تلفزيونية يتلقى للأطفال من خلالها التعليم دي كانت حاجة مهمة جدا جدا يعني قناة زي مدرستنا مثلا يا قناة وزارة التربية والتعليم دي كانت من الخطوات المهمة ليه؟ لإني مثلا زي ما احنا عارفين إن سكان أفريقيا كقارة أفريقيا خصوصا 90% منهم ما عندهمش أكسس للإنترنت فأنا لما ايجا تكلم على virtual learning وأنا ما عنديش إنترنت وزاي 90% ما عندهمش 82% من الأطفال ما عندهمش ديفايس في البيت عشان يخش مفيش مفيش كمبيوتر مفيش جهاز كمبيوتر بزبط ما فيش وسيلة يقدر يدخل منها فوجود التلفزيون مثلا دي كانت تجربة حاصلت من زهور التربية والتعليم كانت تجربة أهمة جدا يعني فدي برضو من الحاجات اللي هي ممكن تتنقل للعالم جلوك اتعملت مع الوسيلة المتاحة بزبط بزبط وسيلة المتاحة واللي هي موجودة في بيوت أكتر من الإنترنت صحيحنا بنأمل أكتر من العالم ده جزء مهم هنا في منتدى الشباب العالم إن الدول الكبرى الدول اللي تمتلك الإمكانات الشركات الكبرى الخاصة بالتكنولوجيا إزاي إن هي تدعم قارة أفريقيا يعني أحد المخرجات اللي اتنعنا بيها من الورشة اللي إحنا كنا فيها الخاصة بمسارات التعافي ما بعد جائحة كورونا فيما يخص التعليم إن إحنا واحدة من التوصيات اللي نتمنى إنها تتبنى عالميا هي إن ومصر تقودها إن هي تأهيل مليون معلم في قرة أفريقيا على استخدام وسائل التعليم الإفتراضي دي ملحاجات اللي إحنا نتمنى إنها تتبنى بشكل كبير طبعا إحنا ممكن نعرف باقي التوصيات ممكن جدا أكيد بس خلينا أقول لحضرائك بس أكمل الحتة دي كمان لأن فيه جزء كبير قوي نفسي في الموضوع أنت عارف حضرائك كلنا تأثرنا نفسيا طبعا لما حصل فكرة التعليم عن بعد أو أي تواصل عن بعد فكرة إن البني آدم مش بيكلم بني آدم دي كانت فكرة صعبة جدا فإزاي إن إحنا برضو نكون مؤهلين لو لقدر الله حصل أي حاجة إحنا برضو ما زلنا في موجة برضو خمسة تقريبا من الجائحة ولكن آه الوضع يتحسن عموما ولكن مفروض نحن نكون مستعدين للأصعب كان برضو من التوصيات مثلا تضافر الجهود التمويل مثلا دي كانت ملحاجات الأساسية في مثلا الجلوبال إديوكيشن فوند إزاي إن إحنا نتعاون كلنا الفكرة مش في عدم موجود التمويل الفكرة في الطريقة المثلة الاستخدامة فدايما التمويل ده زي لأنه أحيانا فعلا بيكون فيه تمويل لكن أو بيمكن يصرف فيه أماكن فيه غير محلها أو مش هما مش في حاجتها مش في الحاجات الأساسية ليهم أو ما بنشوفش تغيير على الأرض الواقع ليهم بالضبط حضرتك ده كان برضو أحد التوصيات إزاي نستخدم التوصيات اللي خرجت من إعلام باريس في سنة 2005 الخامسة الخاصة بتحسين المساعدات اللي هو الإيد إفكتيفنس ده في باريس ديكليريشن زي إن إحنا نمشي على الخطوات اللي طلعت من توصيات المؤتمر ده علشان نحسن عمليات التمويل دي نتكون بطريقة فعالة عظيم ده كويس أوي طيب كل خبراء التعليم بمن حضرك بتتكلم عن الورشة المتعلقة بالتعليم ما بعد كورونا أجمعوا على إن التعليم سيختلف تماما عن ما قبل كورونا وإحنا بنتكلم فيه أنواع التعليم ما بعد كورونا قلنا في البداية كان فيه تعليم عن بعض وبعد فترة لما الدنيا بدأت تهدى شوية وبدأت الناس تتطمن بدأ فيه لقاحات بدأنا يكون فيه تعليم هاجين بعد شوية بعض المدارس تجهت إلى التعليم الإلكتروني داخل المدارس يعني مسألة التعليم حتى الورقي ده برضو يعني بنتجهل إننا خلاص الطالب أو الطفل بدأ ما كان بيشيل شنطة فيها كمية كتب وكمية كراريس وإلام خلاص بقى فيه تعليم إلكتروني شايف إيه نسبنا في مصر خلال الفترة دي شايف تجربة التعليم أونلاين كانت أفضل لوحدها ولا كانت تعليم هاجين الأفضل يعني خلينا أقول لحضرتك لو أنا في موقع إن أنا أقول رأيي في حاجة زي كده يعني أميل أكثر لفكرة الهاجين الهايبرد موديل دي بشكل عام ليه لسبب رئيسي جدا حضرتك عارف إن تكلفة طباعة الكتب دي تكلفة مهولة يعني أنا مش فاكر رقم بالزبط بس مليارات مثلا بالنسبة لنا هنا في مصر لإني عدد الطلبة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعية في مصر تقريباً 20 مليون طالب أو أكتر شوية اللي هو أدى عدد دول بعض الدول يعني ممكن مرات مضاعفة 20 مليون يعني رقم مهول فلما بتكلفة طباعة الكتب دي تكلفة كبيرة جداً طب إزاي التكلفة دي يعاد توظيفها لأشياء أخرى تدعم الطالب يعني ففكرة الهايبرد موديل أو النموذج الهاجين ده هي فكرة أفضل كمان علشان المخاطر المحيطة بينا عموماً وارد إنه هو برضو لقدر الله تحصل أي حاجة فزي بقى عندي أنا فرصة إن إذا حصل مشكلة هنا أنا لأ أنا عندي طريقة أقدر أتحول بيها عند البديل لفكرة التعليم الرقم واللي هي مسألة برضو لها تحديات كبيرة جداً جداً ومش سهلة وتحتاج إلى صبر مننا كمان لإني مش يعني مش هيحصل التغيير في ليلة كده هيحصل إن إحنا كلنا بنخش على الإنترنت أو كلنا يعني كل حاجة بتاخد وقتها صحيح وليها صعوبات فيبقى فيه صبر برضو على التجارب دي لإنها في النتيجة النهائية بتاعتها نتيجة كويسة بس يكون هاجين يعني أنا مش ميال إنها تبقى الحياة كلها افتراضية صعبة على طفل لازم يكون تفاعل مباشر فيه جزء قيمي في الموضوع أنا لازم أتعلمهم كطفل فيه لا أوه سكيلز كمان يعني فيه مهارات بيكتسبها من التعامل المباشر أكيد بالزبط طبعاً وهي فكرة يعني بتفرضها طبعاً برضو جائحة كورونا هي نقطة عدم عدالة توزيع اللقاحات في الدول النمية يعني في بعض الدول لم يصل إليها اللقاح وفيه كمان حتى الدول اللي وصل إليها اللقاح وفيها لاجئين لم يتلقوا اللقاح وإحنا شايفين وبنتكلم حسب الدراسات والأبحاث إنه يجب أن يتم تلقيح 70% من سكان العالم عشان نقدر نسيطر على فكرة المتحورات الجديدة هل فيه توصيات هل هل تمت منقشة النقطة دي تحديداً في إنه تصل اللقاحات اللاجئين نعم خلينا أقول لحضرتك حاجة مهمة جداً إحنا في الورشة كنت أنا بتكلم على جزور كلمة جائحة أه كلمة جائحة أوا با بس أنا حقيقة أقوله جزور بالكلمة في اللغة الإنجليزية فبان يعني قول وديموس من اللغة الجريك من اللغة اليونانية القديمة ديموس يعني ناس فكل الناس فبانديميك يعني كل الناس يعني أنت لو ما عرفتش لو سيبت ناس في مكان ما ما وصلهمش اللقاح في أي مكان هي هتأثر عليك في يوم من الأيام ومش هتسيبك يعني العالم كله واحد لو حصلت مشكلة عندنا في مصر في عدم وصول اللاجئين بشكل ما وإن كان وزارة الصحة المصرية متضمنة اللاجئين في اللقاح صحيح بدون النظر إلى بقى عرق أو جنس أو وضع قانوني أو كده كل الناس لها حق في اللقاح لك أنا بتكلم على العالم كمان في مساعدة حتى كل البلاد حتى إحنا كمان في أعداد اللقاحات اللي بتجيلنا لا إنت لو سيبت الناس في قارة أفريقيا أو في البلاد اللي مش قادرة أن هي توصلها للقاحات بالشكل العادل والكافي ده هيأثر عليك بشكل أو بآخر لو مش دلوقتي بكرة فإنت محتاج أن أنت تتحرك إنها كلها يعني زي ما احنا بنقول في مركب واحد صحيح طيب كمدير برامج اللاجئين والمهاجرين باية إنقاذ الطفولة الدولية شايف إيه أكتر أنواع الدعم اللي ممكن يقدمها العالم لأطفال المهاجرين بص حضرتك يعني أول حاجة إن أنا أسترجع نفسي يعني أنا جاي من ووضع صعب جدا جدا تخيل حضرتك إن في أطفال بيجوا ماشيين من يعني مش عايز أسمي دول معينة بس بيجوا مثلا لو إحنا في منتصف القرى الأفريقية بيجوا ماشيين من بلاد في منتصف القرى الأفريقية بيعدي الحدود بلاد كتير جدا لحد ما يوصل لمصر مثلا كبلد هو يشعر إن دي البلد اللي أنا هلاقي فيها أمن إن أنا بقى موجود أول حاجة إن إحنا نعمل على استعادة البني آدم ده نفسه الجزء النفسي اللي في الموضوع حاجة تانية إن كل الدول كل الشعوب المستضيفة زي إن هي عندنا برضو وعي أكتر يعني صحيح على مستوى الحكومات ممكن يكون في مساحة بشكل كبير ولكن أحيانا بيبقى في بعض الممارسات من البعض نتيجة لأي اختلاف في لون في عرق في دين في أي شكل ما تكونش ممارسات مناسبة ففكرة تقبل الظروف اللي جاي منها الناس دي والتعامل معهم إن إحنا في الآخر إحنا كلنا بنأدمين وفي ظروف صعبة هما جم منها ومحتاجين إن إحنا كمان نتكاتف معهم ولو هنتكلم بعد فيروس كورونا فالموضوع أصحب يعني إحنا عندنا إمكانية التباعد الاجتماعي أعتقد إنه في الدول اللي فيها لاجئين وموجودين في مخيمات على الحدود زي ما حضرتك بتقول ما عندهمش إمكانية التباعد الاجتماعي ما عندهمش إمكانية إنه يخسل إيده بالصابون باستمرار صحيح لكن في نقطة برضو في نقطة في كلامك يا شازي وفي كلام حضرتك يا فنم إنه يمكن إحنا نتكلم فيها من منطلق المدينة الفضلة في بعض البلاد ما عندهاش القدرة إن هي تقدر تحتوي وتتعامل مع اللاجئين اللي موجودين فهل برضو فيه تمت مناقشة فكرة إنه يكون فيه تمويل من الدول الكبرى أو المنظمات الكبرى لهذه الدول إن هي تقدر تحتوي اللاجئين دول خلينا أقول لحضرتك حاجة نحن نتكلم في الدول اللي بتستخدمهم نحن نتكلم في الدول فعلاً اللي ما عندهاش قدرة إنها تحتويهم آه ما بس إن أنا عايزة أقول حاجة مش قادر ما أقولهاش للأسف كمان فيه بلاد كبرى جداً عندها كل الإمكانات وعندها معسكرات للاجئين عشان كده قلت لحضرتك مش هنتكلم عن اللي بيستخدموهم ولكن هنتكلم في فعلاً عن الدول اللي ما عندهاش القدرة أكيد لأن أنت في الأقب هو زي ما بقول لحضرتك هو أنت لما حتسيب الناس دول بلا دعم أنت كدولة متقدمة دولة كبرى قادر أن أنت اقتصادية أنك تتحمل التكاليف دي لما حتسيبهم إلا هيحصل لك بعد شوية هتحصل لك هجر غير اعتيادي هتحصل لك أن الناس مش قادرين خلاص فهيبتدي الناس تعدي بطرق غير اعتيادي علشان تلاقي أمن في البلد التانية لابعندك مجتمع موازي كمان تاني هم لاجئين حتى اللحظة هم موجودين وحضرتك هذه الدولة ما تمش التعامل معهم ولا تم دمجهم ولا تم الاستفادة منهم ولا كل ده فأكيد برضو يعتبروا إلى حد ما مشكلة موجودة طبعا لكن فكرة تمويل الدول الغير قادرة على احتواء هؤلاء اللاجئين فيه فعلا هل تمت منقشة النقطة دي؟ دي ما كانتش من النقاط الأساسية اللي موجودة في الورشة ولكن هي نقطة بشكل عام مطروحة دائما سواء من خلال الجهات المعنية زي المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين أو من خلال المنظمات الدولية والحكومات ده فكرة دائما مطروحة لأن حضرتك بتتكلمي على عدد لاجئين ونازحين داخليا بتجاوز 83 مليون شخص حوالين العالم منهم 35 مليون طفل فأرقام رقم كبير طبعا يعني مهولة لو انت سبتها كده العالم هيروح فين؟ وحضرتك قلتي نقطة مهمة بس حابب أمسك فيها فكرة التعامل مع اللاجئين على انهم مش عب فكرة ادماجهم في المجتمع المستضيف باللاقي كتير من اخواننا اللاجئين برضو قدروا ان هما يعملوا مشروعات بشكل ما مع اخرين ازاي الحاجات الدينية تسهل بشكل اكبر بحيث ان هما يقدروا يحققوا ذاتهم وما يكونوش في نفس الوقت عبق على اقتصاد الدول المستضيفة خصوصا ان اللاجئين مستضفين على خلاف ما يتصور 85% من اللاجئين حوالين العالم مستضيفين في دول نامية يعني بس 15% منهم هما اللي في دول تسمى متقدمة فالدول متقدمة برضو لابد انها تكون بدورها وانها تساعد تحاول وتعمل على استقبال عدد اكبر من اللاجئين حسنا بمشكورك فاندم شرفتنا ونورتنا شكرا جدا والتوفيق لحضرتك دكتور محمد مؤمن مدير برامج اللاجئين والمهاجرين بهية انقاذ الطفولة الدولية شكرا لحضرتك بكده يا مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا النهاردة من صباح الخير يا مصر لكن تغطيت القناة الاولى مستمرة مع حضرتكو على مدار الساعة لمتابعة تفاصيل والجلسات الموجودة على هامش منتدى شباب العالم في نسخته التانية بشكرك يا جمال بشكرك يا شازلي طبعا كل الشكر عفوا واحنا هنسيب حضرتكو لكن احنا كمان هنروح نحضر فعاليات اليوم التاني لمنتدى شباب العالم والجلسات جلسات مهمة جدا ملفات مهمة جدا وموضوعات مهمة جدا الحقيقة هيتم منقشتها في جلسات النهاردة وعلى مدار كمان اليومين القادمين نشكر حضرتكم شكرا جزيلا متابعتنا مستمرة نشكركم جزيل الشكر صباح الخير وسعادة على حضرتكم صباح عليك مرة تانية شكرا صباح الخير طبعا عليك من اجمل مكان في العالم كله هنصبح بكرة برضو على حضرتكم حلقة جديدة من هذا المكان تحديدا من كونكارد السلام وزي ما بقول لحضرتكم دايما هذا الهيور رائع مش موجود غير في مصر ومش موجود تحديدا بهذه الاطلالة الولوية غير في كونكارد السلام